ولمزيد توضيحات حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من مكتبنا بالرباط الخبير الاقتصادي رشيد أوراز مرحبا بك رشيد وشكرا على تلبيتك الدائمة لدعوة المسائية إذن كيف يمكن أن نقرأ هذه المؤشرات؟ نحو 3% هو مؤشر أو معدل النمو الاقتصاد المغربي خلال هذه السنة كما توقع صندوق النقد الدولي مرحبا سيزاكريا وشكرا على الاستضافة مرة أخرى طبعا هذا المعدل ليس بعيدا عن ما تقوله الحكومة وتتوقعه الحكومة من خلال قانون المالية وليس أيضا بعيدا عن ما توقعه البنك المغرب خلال بعد اجتماعه الفصل الأخير وفي نفس الوقت يبقى معدل نمو متواضع إن شئنا القول بالنظر إلى التحديات التي تواجه هذه المرحلة والتي تحتاج على الأقل إلى ضعف هذا المعدل لكي يكون أيضا متوافقا مع ما جاء من مقتضيات في النموذج التنموي الجديد الذي يقترح أن يصل المغرب إلى تحقيق معدل 6% بشكل سنوي خلال 15 سنة القادمة كي يرفع التحديات المرتبطة أولا بالبطالة بتضييق هوامش الفاقر بمحاربة مجموعة من الضواهر الاقتصادية والاجتماعية التي تزعزع الاستقرار في نفس الوقت خلق مزيد من الفرص المستقرة ودات الدخل المرتفع ثم أيضا تحسين قدرة شرائية لكافة المواطنين المغاربة سواء تعلق الأمر بالفقراء والطبقة الدنيا ولكن أيضا الطبقة الوسطى وأيضا حتى الأغنية لأن في هذه المرحلة الكل متضرر نحن طبيعات الحال لما نقوم بالتحليلات عادة نتحدث عن طبقات الدنيا ولكن يجب أن نعرف أيضا أن الطبقة الوسطى ثم حتى الطبقات العليا والأغنية والذين يتوفرون على رسامين مثلا يمكن تحويلها إلى استثمارات أن تمول القطع الخاص أن تمول استثمار هم أيضا متضررون من هذه الوضعية في ظل معدل نمو اقتصادي 3% من الصعب تحقيق هذه الأهداف لكن أظن بأن في نهاية المطاف يجب أن نعرف بأن صندوق النقد الدولي يعتمد على المؤسرات والأرقام المحلية لكي يقوم بتوقعاته هو ولكن في إطار أكثر شمولي في إطار عالمي ولديه قراءة لتطور كل الدول وإقتصادات كل الدول طبعا نشرتم إلى مسألة كذلك هذا التقريض ذاته أشار إلى أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سوف لن يتخطى 3% في حدود 2.8% اليوم ماذا تأثير هذه التقلبات الدولية لاقتصاد العالمي الآن موسوم بالانكماش كيف يمكن أن يؤثر ذلك اليوم على الاقتصاد الوطني الذي ليس بمعذر كذلك للأسف هذه أخبار سيئة بالنسبة للاقتصاد الوطني نحن نعيش لأول مرة منذ تقريبا 30 سنة منذ أزمات السبعينات والثمانينات نعيش لحظة فيها أولا السنة سنة جفاف بالنسبة إلى المغرب هناك أيضا صراع دولي محتدم أثر على النشاط التجاري والاقتصادي والتكامل الاقتصادي العالمي وهذا ليس جيدا بالنسبة إلى المغرب هناك أيضا طابعات كوفيد 19 والإغلاقات الاقتصادية ومجموعة من الأنشطة لم تسترجع بعد عافيتها منها مثلا قطاع السياحة ومجموعة من القطاعات المرتبطة به المقاولات التي كانت تصدر مجموعة من المقاولات التي خفضت إنتاجها مجموعة من الأشخاص الذين فقدوا العمل منذ سنتين أو ثلاث سنوات ما يزالون في حالة بطالة هذه الوضعية من الصعب أن يتم تجاوزها لأنه أزمات مركبة ومتعددة وبالنسبة إلى المغرب هي تفوق قدراته أولا المالية تفوق قدراته التدبيرية والإدارية وأيضا البشرية رغم ذلك أنا أعتقد في قرارة نفسي أن المغرب من الدول التي لديها تراكم لكن يجب استثمار هذا التراكم ويجب البحث عن القطاعات الاقتصادية التي لم يتم الاستثمار فيها في السابق تشجيع الاستثمار الخاص بالخصوص فيها ودعمه وتقديم تسهيلات ضاربية ومزيد من التكوين وفتح أفاق للاقتصاد والمقاولة المغربية المقاولة الخاصة ثم أيضا مزيد من الاستثمار في شيء مهم وهو وجد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لكي تأتي إلى البلاد تستطمر لأن هناك استثمار في البنية التحتية هناك إلى حد ما تكوينات في قطاعات معينة العائد من هذه الاستثمارات لم يستفد منه الاقتصاد المغربي بعد لأنه في حاجة إلى أن يقوم بإصلاحات مجموعة من إصلاحات هذه تقريبا كلها جاءت في النموذج التنمو الجديد وأعتقد أن هناك أشياء كثيرة لو تم البدء بها بإمكان إعطاء دينامية وأمل للنشاط الاقتصادي وللمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب لأنه في مطاف وحسب أيضا البنك المركزي الاستثمار العمومي يخلق وضائف قليلة ونمو قليل. بالتالي علينا دعم الاستثمار الخاص. شكرا جزيلا لك الأستاذ رشيد أوراز الخبير الاقتصادي. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات.